برضو لأنه لازم ياخد حقه برضو يا كابتن شريف الكابتن محمود أبو الرجال عامل مواسم رائعة الحقيقة ويستحق أن يكون متواجد وهو يعني دايما احنا بنتكلم على أنه هو بيشتغل على نفسه وبيعمل يعني معنى الكلام اللي بيقوله كابتن ناصر الحقيقة أنه لم يكن أحد يساعد كابتن محمود أبو الرجال عايزين برضو نعرف حالك كنتم مساعد كبير ودولي إيه اللي بيحصل بقى؟ أنا طبعا بدم صوتي لصوت الكابتن ناصر في كل الكلام اللي هو قاله وبتفي معاه في كل اللي قاله أنا هتكلم على محمود أبو الرجال لإن أنا تعرضت النفس الموضوع عما روحت لأولمبيات أنا برضو ما حد يساعدني خالص للأسف وحدك أنا كنت بشتغل على نفسي كويس وبأتمرن كويس واللي كان شايف واللي كان بيساعدني للأسف رئيس لجنة الحكام الاتحاد الأفريق هو كان بيتفرج هنا على المتشاط في مصر لأن أنا كويس هو اللي ساعدني هو الوقف جنبي محدش من مصر ووقف جنبي خالص ساعة ما روحت لأولمبيات محدش بتحكيمي في مصر ساعت خالص ودي نقطة يعني مشكلة بصراحة أنا متأكد لمحمود أبو الرجال هو اللي اشتغل على نفسه وهو اللي تعب هو اللي مرر نفسه كان من مفترض أن كلنا نقف معه أو المسؤولين في ذلك الوقت يعني مثلا من ثلاث سنين ونص من بعد كاس العالم اللي فات في روسيا كان من مفترض أن لجنة الحكام الرئاسية بقيادة الكابتن عصام أنها تقف مع أي طاقم عشان يبقى موجود في كاس العالم ده لأنه مش معقول إن قطر يلقى فيها تلات يعني فيها ليها طاقم واحد في الفيديو والإمارات نفس الحكاية طاقم وبرضو الجزائر ليها طاقم السنغال والسنغال ليها طاقم وبرضو المغرب ليها اتنين في الفيديو واحنا ما عندناش حتى اللي حكام المساعدة وجامبي ليها طاقم وجامبي ليها طاقم جامبي سبكاري مع محمود أبو الرجال ما طب ما نقولك ليها طاقم مع البتكاري الجسام اللي تقال عليه ايه فللأسف الشديد أنا كنت أتمنى إن إحنا بعد كاس العالم اللي هو اللي فات كان من المفترض إن لجنة الحكام بقيادة الكابتن عصام إنها تشتغل عشان تزبط طقم لإن إحنا طبعا إحنا ده إحنا مصر إحنا واخدين بطولات كتيرة قوية على مستوى الأفريكي وإحنا طبعا إحنا أفضل من الجزائر وأفضل بالسنغال وأفضل من كل دول كان من أفضل تحكميا على فكرة لأن إحنا لو هتلاحظ المطشاط المهمة اللي بتتلعب في دور الأبطال أو في البطولات الأمم هتلاقي المصريين هم بلعبوا المطشاط دي يعني أنا فاكر في 2010 أنا لعب نهاية أفريكيا مثلا ولعب تلاتة قبل نهاية كنت بلعب المطشاط المهمة مع زميل الحكام المصريين فإحنا أفضل من الناس دي فإزاي ما نبقاش موجودين بطاق فده أنا بصراحة أنا كنت أتمنى إن لجنة الحكام كانت تعد من بدري قوي طائم إنه هو يروح كاس العالم ده لكن ده ما حصلتش للأسف كابتن شيفة سيدنا كمسي كابتن السلام أحنا بنتكلم على الأطكم اللي راحت والواحد حزين الحقيقة هو بيسمع كده إن إحنا تكون بطولة كاس العالم في دولة عربية وإحنا مصر غير ممثلة في التحكيم الحقيقة بالشكل الأمثل طبعا طبعا محمود أبرجال على دماغنا وحن نجيب اسمه كل يوم ولكن أنا أقصد إن كان من الممكن أن يكون الشكل أفضل من كده بكتير جدا بزداد أنا عايز أقول حاجة كابتن ناصر معلش كابتن إسلام معلش يعني دي حاجة الأول ما را أقولها يعني أنا كنت مرشح لكاس العالم في البرازيل 2014 وكنت رايح بس طبعا يعني حصلت الإصابة في السويسرا في العدلة الخلفية وكان قبلها بشهرين كنت مصاب في العدلة الخلفية الثانية ومع ذلك مسيمو بوساكا بعتلي وراء إن أنا روح معسكر في كازاب لانكا بعد الإصابة دي للأسف الشديد عشان أوليك برضو إن إحنا برضو يعني مش بنوف مع بعض عرفت إن مصري راح قال رئيس الإتحاد الأفريقي أو رئيس لجنة الحكام الإتحاد الأفريقي قال له إن شريف عنده إصابة مزمنة عشان يودي واحد تاني بيحبه ومساعد تاني مكاني فرد عليه رئيس لجنة الحكام كان طارق بشماوي ساعتها من تونس قال له إحنا كنا عايزين شريف بس فطبعا أنا كنت اتشلت ساعتها وتحطي واحد تونسي مكاني ورح المكان على مصر حتى إن ببقى فيه حكم مساعد يمسل مصر في كاس العرف البرازيل دي بأضح لك النقطة المهمة جدا إن إحنا برضو ما بنحبش بعض هنجدين مين يا جماعة اللي كان في 2014 ماسك في الاتحاد الأفريقي هنعرف بس أنا حابيت أقول ديك لا وده لك مسؤول مصر لا فيش غيره مسؤول مصر في الاتحاد الأفريقي لا فيش غيره يا كبتب بس غير الإسلام 結ني أحنا هنا فحنا من المصترات أنا في الخيره بلقدت اكتنا محش أحيك ترجمة نانسي قنقر